فكرة حتى الخماسي مش سهل البشمانس وكابتين أحمد برضو يقول لنا يعني 8 ساعات على ما أسمع يعني يعني ممكن تتمرم في اليوم 8 ساعات كنت بتوازن إزاي ما بين ده ما بين التمرين في الخماسي وما بين المذاكرة وكنت مرن صبح وليل على برضو على ما أسمع في موضوع الخماسي فكنت بتوازن إزاي وهل الوالد والوالدة كانوا بيقولك طب المذاكرة طب هنقسم إزاي طب احنا خايفين على الدراسة أرجوك أقول لي المعدلة دي حلتوها أنتو تراتها إزاي موضوع برضو اللي هو التوفيق ما بين الرياضة والدراسة بيبقى طبعا مع الخماسي بالذات بيبقى موضوع مرهق جدا يعني فحتى من وانا صغير من وانا في بصدائي الموضوع كنت أنا مثلا بغيب كتير قوي من المدرسة بسبب التمرين الكتير بسبب برضو حتى لما دخلت سنوي برضو الموضوع كان بدأ يبقى خلاص يعني أنا الحمدلله بدأت هدخل البطوات عالم والموضوع بدأ يبقى معفكرات وموضوع وموضوع وصفريات كتير جدا فالحمدلله يعني برضو حتى المدرسة عندي كانت متفهمة الوضع يعني اللي أنا فيه فحتى هي كانت بالدعم بشكل كبير جدا فيعني أنا فترة المدرسة دي أنا الحمدلله كنت عارف شوية وفق ما بين الرياضة والدراسة أن أنا مثلا ببدأ تماريني من خمسة الفجر وبعد كده بخلص مثلا تماريني على عشرة وذكر في الفترة اللي في النص وبعد كده ببدأ تمارين مثلا تاني من خمسة يعني بتبدأ بالفجر آه تمارين بروح بروح المدرسة اللي هو فاهم يعني أحضر الحصة إن أنا مفروض أحضرها وبعد كده بممش